عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والأعمال الانشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشتمل على محافظات بورسعيد السويس الأقصر الإسماعيلية أسوان وجنوب سيناء هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء أن دورية عقاد هذا الاجتماع تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلا عن متابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة